محافظات للصعيد تشهد نهضة كبيرة في الفترة الحالية بتوجيهات من الرئيس السيسي المشروعات القومية والتنموية تحقق الحياة الكريمة لمواطنين الصعيد بشكل كبير وتوفر فرص عمل كبيرة للأهالي طفرة تنموية يشدى كل شبر من أرض مصر بتوجيهات مباشرة من الخيادة السياسية لتغيير وجه الحياة في كل مكان الصعيد كان ولا يزال أحد الملفات الهامة التي يولي الرئيس السيسي اهتماما كبيرا بها ليدفع بالعديد من المشروعات الضخمة لإحداث نقلة نوعية بها وباعتبار الصعيد قاطرة التنمية في مصر فقد نفذت الدولة منذ عام 2019 وحتى أوائل العام الجاري 27 مشروعا بتكلفة بلغت نحو ملياري جنيه في المجالات الزراعية والاجتماعية وكذلك الصناعية والبيئية ومنذ تولي الرئيس السيسي وحتى الآن تم صرف تريليون وخمسمائة مليار جنيه في تنمية الصعيد في كافة قطاعات الحياة حيث تم إنشاء عشر مجمعات صنعية في محافظات الصعيد مختلف الوزرات والجهات الحكومية تضافرت جهودها بهدف دفع خطط التنمية في الصعيد بما يسهم في الاستفادة من الفرص الواعدة هناك جهود استطاعت تنفيذ مشروعات تساهم في رفع مستويات التشغيل واتحت المزيد من فرص العمل للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين صعيد مصر شهد خلال السنوات الماضية تنفيذ مشروعات تؤفر الآلاف من فرص العمل من بينها مشروعات تشمل تنمية القرى الدولة كذلك قام بتنفيذ عدة مشروعات لتحقيق الأمن الغذعي والاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية وخصة الرئيسية فضلا عن تنفيذ مشروع زراعة نبات الججوبة بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر والذي يقوم على الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالج ثلاثيا لإنتاج الوقود الحيوي من زيت الججوبة ويتيح هذا المشروع نحو 1500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وهكذا فالصعيد قغيره من باقي محافظات الجمهورية كان شاهدا على ما تبذله الدولة من جهود ضخمة للتطوير بمختلف القطاعات من بينها إنشاء العديد من الطرق والكبار كذلك المشروعات الاقتصادية التي غيرت الصعيد وجعلته قبلة الاستثماري في مصر وطفرة كبيرة شهدتها محافظات الصعيد في كل المجالات أثبتت عزم القيادة السياسية على أن ينال كل مواطن حقه في الحياة والتنمية والرخاء لمحافظات الصعيد التي حظيت باهتمام بالغ في أجندة التنمية لمحافظات الصعيد نصيب كبير من الخدمات والتطوير ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري في الدلتك والصعيد على حد سواء فمنذ تولي قيادة السياسية مسئولية البلاد حظي الصعيد باهتمام بالغ في أجندة التنمية محافظاته ومدنه ومراكزه وقراءه شهدت محافظة أسوان افتتح عدد من المشروعات الجديدة ضمن مبادرة حياة كريمة تجاوزت 800 مشروع بكلفة ناهزة 14 مليار جنيه المشروعات شملت 35 قرية رئيسية و109 قرى فرعية و336 نجع وكفر وتابع بمراكز أسوان وأطفو وكومومبو ونصر النوبة محافظة أسيوت التي كانت من أكثر محافظات الصعيد احتياجا للخدمات وصل إجمالي المشروعات المنفذة بها في إطار المبادرة لنحو 2000 مشروع بكلفة إجمالية تجاوزت 43 مليار جنيه المشروعات شملت خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب والصحة والتعليم والطرق والقهرباء والإسكان محافظة سهاج هي الأخرى كان لها حظ ونصيب فاستفاد أبناء المحافظة بنحو 45 مليار جنيه ضمن المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة وقد تم تنفيذ 1800 مشروع في 1123 قرية ونجع بإجمالية حجم مستفيدين يزيد عن 65% من تعداد سكان المحافظة وفي المينيا شهدت طفرة كبيرة في المشروعات والخدمات فقد شملت المبادرة الرئاسية 192 قرية و757 تابعا لتستعيد بعدها المحافظة لقبها كعروس الصعيد أما محافظة قنة فقدنا لها من قطار حياة كريمة الكثير وتهدف المرحلة الأولى للمبادرة إلى تنمية وتطوير خمسة مراكز و86 قرية رئيسية و722 نجع وعزبة يجرى تنفيذ 960 مشروعا خدميا فيها باستثمارات تصل إلى 31 مليار جنيه يستفيد منها حوالي 1.5 مليون مواطن مشروعات وخدمات تستهدف تحقيق حلم الحياة الكريمة للمصريين في كل مكان مشروعات تضبط عزم القيادة السياسية على أن ينال كل مواطن حقه في الحياة والتنمية والرخاء